هي أيقونة يصرخ عندها القاص والداني من العراقيين مطالبا بحقوقه أو صامتا تاركا للافتته الكلام قد ينجح أو تحبط ثورته أمام تضخم شبح الفساد والبطالة وقضايا الإرهاب والأمن والإعمار العالقة أو قد يسقد قتيلا برصاص أمني أو متسلل كما حصل بعد 58 عاما على رفع نصب الحرية منارة للحالمين إنها ساحة التحرير التي يقبع فيها تمثال الحرية هذا النصب الشاهد على التغيير الحاصل في العراق الذي يقرأ بتأويلات متعددة ربما لم يفصح عنها مصممه النحات والفنان العراقي جواد سليم الذي اقتبسه من التاريخ العريق لحضارة بلاد الرافدين ومستشرقا مستقبلها في مرحلة لاحقة وخلال التظاهرات زادت شعبية ساحة التحرير حيث تحولت إلى رمز للحمة والأخوة والتعاون بل وكانت شهدة على القنابل المسيلة للدموع التي ألقيت بوجه المتظاهرين لا تحت أقدامهم في التحرير وعلى يمين جسر الجمهورية بناية من 14 طابقا تعرف بالمطعم التركية تعرضت لقصف طائرات التحالف الثلاثي عام 2003 وبقيت شخصة خلية دون إعادة أعمار اتخذها الشباب الغاضب مقرا مهما لهم لإشغال القوات الأمنية حال تقدمها للساحة بسبب إطلالتها على المنطقة الخضراء وأطلقوا عليها جبل أحد موقع آخر مهم في ساحة التحرير هو النفاق الذي يمر من تحتها وهناك توجد مجموعة من الشباب يطلق عليهم مقر قيادة قوات مكافحة الدخانيات عدتهم البطانيات واجبهم إطفاء القنابل المسيلة للدموع التي تطلقها القوات الأمنية على المحتجين أما حديقة الأمة المتصلة بساحة التحرير فقد استغلت كمكان للاستراحة في حين استغل الكراج المقابل لحديقة الأمة ليكون مكانا أشبه بالمخزن توفر فيه احتياجات المحتجين من أطعبات ومشروبات ومؤن ورغم الاحتجاجات فللفن والموسيقى والشعر مكان أيضا وسط هذا التجمع الكبير حيث يعزف النشيد الوطني أو الأغاني التراثية والأغاني الشبابية والحماسية لإشعة المرح بينهم ويبقى التوك توك أبرز الرموز التي عرفتها هذه الاحتجاجات بل كتب فيه شعراء قصائد فهو وسيلة النقل الوحيدة التي عرفت لنقل جرح الاحتجاجات إلى المستشفيات القريبة